موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الروس يعيدون للنظام البلدات التي كانت تشكل طوقا عليه بعد تهجيرها ولافروف يعتبر درعا والتنف خارج اتفاقية خفض التصعيد متهما واشنطن بتدريب الإرهابيين هل ستدخل سوريا في مرحلة جديدة وتفاهمات أخرى بين دول النفوذ وكيف سيكون شكل هذه التفاهمات موسيقى عملية التهجير الأخيرة في عدة مناطق سورية دفعت ببعض السياسيين الاعتبار أن خريطة السيطرة في سوريا أخذت شكلا أقرب ما يكون للنهائي الأمر الذي يشكل نهاية قريبة للعمليات العسكرية بين فصائل المعارضة وقوات النظام نتابع عن هذا التقرير ثم نفتح باب النقاش تأخذ خريطة توزع القوى في سوريا شكلا أقرب ما يكون للنهائي وفقا لبعض الساسة مع تقاسم النفوذ وتوزع السيطرة بعد خضوعها لميزان المصالح التي رعته الدول الإقليمية الفاعلة في الملف السوري ما كان محلا للتحليلات والاستنتاجات خلال الفترة الماضية أصبح واقعا اليوم يبرهن عليه تتالي اتفاقات التهجير التي رعتها روسيا مستخدمة القوة تارة ومهددة باستخدامها تارة أخرى عمليات التهجير التي تسارعت وطيرتها في الفترة الأخيرة لتشمل مناطق كانت تعتبر ثقلا للمعارضة السورية بدءا من الغوطة الشرقية لدمشق مرورا بالقلمون الشرقي وجنوب دمشق لينضم رفا حمص وحماء تجعل الخرائط التي سربتها الصحف أمس واقعا اليوم واستكمالا لما نتج عن محادثات أستنى من اتفاقات لخفض التصعيد التي شكلت ذريعة لقوات الأسد وميليشياتها من أجل اجتياح المناطق المعارضة الواحدة تلو الأخرى بحجة محاربة التنظيمات الإرهابية أشارت مصادر إعلامية إلى دخول وفد من الشرطة العسكرية الروسية مستطلعا المنطقة الشرقية من ريف إدلب في إطار تثبيت نقاط مراقبة وبحسب المصادر فإن الشرطة الروسية دخلت إلى قرية أبو دالي وأم صهريج وإلى بلدة سنجار ووفق المصادر ذاتها فإن المنطقة الواقعة شرق سكة القطار على خط حلب دمشق ستكون منزوعة السلاح وخالية من المقاتلين من الطرفين ومع تميز مناطق السيطرة بشكل واضح سواء الخاضعة للنظام أو الخارجة عنها يتكهن بعض الخبراء العسكريين نهاية قريبة للعمليات العسكرية فيما يتوقع آخرون بداية مرحلة جديدة من المواجهات في سوريا خاصة وأن الوضع القائم قابل لخلط الأوراق في أي لحظة تتعارض فيها المصالح بين الدول صاحبة النفوذ في سوريا وللحديث حول مستقبل سوريا السياسي سواء كان سياسيا أو هناك احتدام عسكري يسعدنا أن نستضيف السيد المحلل السياسي السيد سعد وفائي أهلا بك سيد سعد كما نستضيف من لندن السيد الدكتور يوسف الحاج يوسف أهلا بك دكتور يوسف أهلا بك والمشاهدين بداية مع قبول ريفي حمص وحمابي الاتفاق التهجير هل اكتملت خريطة السيطرة بالنسبة للنظام وروسيا دكتور يوسف طيب تحية لك ولا للضيف ولا للمشاهدين لا شك أن هذه من بعد تسليم حلب حصلت قضايا محزنة للسورة ومؤلمة ولكن كلها تندرج في سياق تنفيذ اتفاقيات الأستانة وما أدى إليه هذا الخطأ الكبير من اشتراك بعد قادة الفصائل في هذه الاتفاقات تحت مسمى خفض التصعيد وهذه التسميات العجيبة الغريبة ولكن كان المقصود بها خفض التصعيد عن الأسد إذ أن منطقة الغوطة منطقة ريف حمص كل هذه مناطق خفض التصعيد حسب الاتفاقيات المزعومة فإذن هذا السير ما أريد أن أقول هذا السير بهذه الاتفاقيات ومن قبلها بالهدن أدى بنا إلى ما أدى حسن نصر الله زعيم حزب إيران قال كاد أن يسقط الأسد بعد أسبوعين لو لا تدخلنا لافروف قال نفس الشيء قال لو لم نتدخل في سبتمبر أيلول 2015 الأسد سيسقط وسيدخل السوار لدمشي إذن نحن أمام هذه المرحلة التي ما زال البعض منغمسا فيها أو ربما لا يملك فكاكا أي السير بالمفاوضات والاتفاقيات الدولية ومع القاتل يعني مع وجود هذه الاتفاقيات وخفض التصعيد كان هناك قصف من قبل روسيا ومن قبل النظام بشكل لا هوادة فيه يعني سواء كان هناك اتفاقيات أو لم يكن هناك من يقول أن هذه الاتفاقيات لم توقف شيئاً ما كان سيحدث على الأرض سيحدث بسبب القوة العسكرية حتى السلاح الكيموي تم استخدامه نعم لم توقف شيئاً حقيقة ولكن أوقفت شيئاً واحداً أوقفت الثوار أوقفت اتحاد الثوار هذه الاتفاقيات جعلت اقتتال وتفرقة لأن البعض استجاب له والبعض رفضها فهذا أول ضرر سلبي النقطة الأخرى أنها أوقفت الثوار كل العمليات العسكرية أوقفت بدعوة خفض التصعيد فإذا هذا ما قصدت هي خفض التصعيد عن الأسد حقيقة يعني شدتت بشكل عام يعني الثوار بين مؤيد ومعارض لها وأوقفت الجبهات سيد سعد يعني برأيك إلى أين تتجه سوريا بعد عمليات التهجير التي قام بها النظام يعني اسمح لي أن أعود بداية أشكر لكم استضافتي أهلا بك وحيي الضيف وسادة المشاهدين يعني اسمح لي أن نرجع خطوة إلى الخلف بداية موضوع في سوريا لم يحصل اتفاق على أسقاط البشار الأسد سقط القذافي سقط علي عبدالله صالح بطريقة أخرى سقط مبارك سقط زين عبدين بن علي وعندما أتى الأمر إلى سوريا سوريا مهمة لأطراف عديدة في الكرة الأرضية يعني وليست فقط لطرف واحد فلم يحصل اتفاق على دولي دولي بين الدول على أن يسقط بشار الأسد وبالتالي حصل ما حصل من تداخل دولي كبير ولم يصل الفرقاء الدوليين أنا أقول يعني لم يصلوا إلى اتفاق على مستقبل سوريا بغض النظر عن أنا لا أتكلم عن المجتمع الدولي الآن وبالتالي كان لابد لهم من أن يقوموا بعزل أو بإيقاف المعارك لأن المعارك ولا شك أنها كانت ستتغلب عن النظام ولم يحصل اتفاق على إسقاط النظام وبالتالي بدأوا يفصلوا هذه بما يسمى مناطق قفض التصعيد يفصلوا بين القوات المتشابكة الفصل إلى الآن لم يتم كاملا والأمر جاري وعلى ما يبدو أننا سنرى تغير في المشهد الجغرافي بشكل كبير الاتفاق الدولي المبشر أنه هناك إلى الآن اتفاق دولي على وحدة سوريا يعني أن سوريا هي وحدة واحدة بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي الذي سيحكم سوريا هل هو فدرالي هل هو مركزي هل هو ولا مركزي بغض النظر لكنه إلى الآن كل القرارة الدولية تتكلم عن أنها ستكون جغرافية ولكن أيضا القرارات الدولية تقول أنه لا يجب قصف السكان بالكيماوي ويتم قصفهم بالكيماوي والقرارات الدولية يعني الكثير من القرارات الدولية وخاصة في الغوطة كان هناك وقف لإطلاق النار لم يلتزموا بوقف إطلاق النار بل خنقوا السكان بالكيماوي دعنا نتكلم عن ما خلف القرارات الدولية نعم تتكلم أن القرارات الدولية تتكلم عن واحدة سوريا وليس هناك فريق من الفرق الدوليين له مصلحة بتقسيم سوريا يعني إلا الآن ليس هناك أي فريق من الفرق الفرقاء المتداخلين في سوريا نعم على أن تتقسم سوريا وليس هناك سيناريو محدد لتقسيم سوريا سوريا كانت خمس دول سابقاً كانت أربع دول الدولة الدرزية والدولة العلوية ودولة دمشق ودولة حلب كان من المخطط أن تكون بهذا الشكل لكنها لم تصلح في بداية القرن العشرين لم يصلح هذا الأمر ولم يستطيعوا الفرنسيين أن يثبتوا سوريا بالطريقة التي ثبت فيها الآن أصبحت المصلحة الدولية لوحدة سوريا أكثر أنا أتكلم ربما سنجد اختلاف أنا لا أتكلم عن تحليل ولا أقصد عن وقائع لكن أتكلم عن تحليل هذا يدعم وجهة نظري أنه الآن في كل القرن الدولية يتكلم عن وحدة سوريا الآن ما سيحصل مستقبلاً على المجهد الجغرافي غالباً سيتم تهجير كل مناطق الاشتباك وقد يكون هذه المناطق مناطق كبرى كحلب حتى أنه ستعود ممكن أن تتغير قارطة السيطرة حتى على حلب حلب المدينة أتكلم عن حلب المدينة وأن تصبح مناطق الآن منطقة منطقة للنظام التي هي الساحل مع دمشق منطقة للنظام مع الروس والإيرانيين ومنطقة الشرق تحت السيطرة الأمريكية ومنطقة الشمال بما فيها ربما إلى الآن لم يعني ليس هناك اتفاق كامل على هذا الموضوع لكنه ربما تكون حلب من هذه المنطقة الشمال يكون تحت سيطرة التركية بعد ذلك وهذا الكلام أتكلم عن سنوات لا أتكلم عن أشهر ربما بعد ذلك سيكون هناك نقاشات دولية حول مصير هذه المناطق وكيف تعود يعني أنا أتكلم عن جدار يعني إذا لم يكن هذا تقسيم فما هو التقسيم لا لا التقسيم خلينا أنا أعطي مثال عندما في نهاية الحرب العالمية الثانية سقط هتلر كان متفق على إسقاط هتلر لكن لم يكن متفق على مصير ألمانيا مع أي معسكري معسكري الشرق أو معسكري أغربي تسابق الأثنان على برلين ثم عندما لم يصل إلى الاتفاق بني جدار برلين جدار برلين طال عقود لكنه بعد عقود هدن في لحظة وعدة ألمانيا ألمانيا لأن القرار الدولي أن تكون ألمانيا ألمانيا موحدة ما يحصل الآن هو رسم أمر واقع في سوريا والله أعلم أنا أتكلم عن تحليل ما يحصل الآن هو رسم أمر واقع في سوريا لم يكن هناك بيد الثوار الكثير كان بإمكانهم أن يغيروا التكتيك كان بإمكانهم أن يغيروا طريقة العمل لإسقاط النظام والإسقاط بشار الأسد والنظام لكنهم لم يكن يستطيعوا أن يتجاوز المعادلة الدولية بالمية مية يعني ما أعني لا أريد أن أجدد نفسي اليوم النظام عنده خمسين عام من الحكم أو أكثر من خمسين عام من الحكم عنده علاقات دولية لا يتمتع فيها أي جزء من أجزاء المعارضة السورية عنده دعم دولي أصلا شركاء النظام كانوا مخلصين للنظام بشكل كبير ومع ذلك لم يستطع أن ينهي المعادلة لصالحي وأن يأخذ كل سوريا لصالحي وبالتالي لا نريد أن نجلد أنفسنا بشكل كبير وأريد أن أخرج منها إلى مستقبل سوريا نعم سيد سعد أنا مطلع أن أأخذ فاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود لمتابعة الحوار أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام دكتور يوسف يعني كيف تعلق على ما تفضل به السيد سعد عن أن مستقبل سوريا سيكون بشكل هو مناطق نفوذ ومن سمى هذه المناطق النفوذ قد تتوحد بشكل ما بداية يعني يجب أن لا ننسى حقيقة يؤلم جدا أن ننساها نحن ثورة صارنا على هذا النظام الظالم الفاسد الذي ورث الظلم وورثنا عن أبيه كما تورس المتاع حقيقة قام الشعب السوري في مارس أذار 2011 ضد هذه الثورة فالحديث عن أي شيء آخر لا بد تركيز الحديث عن هذا الموضوع فعلى العمل والابتهاج بأن السورية ستكون موحدة مع أن ما ذكرته إن لم يكن هذا التقسيم فما هو التقسيم الواقع الحالي بالشرق أمريكا في الغرب نعم ولكن نحن نتحدث عن الواقع الآن هو الواقع أن هناك نفوذ أمريكي نفوذ روسي كيف وحديث ومحور حلقتنا اليوم هي ما هو يعني مستقبل سوريا طيب دعنا نتكلم عن شيئين اثنين ما يراد لثوريا ما يراد لسوريا وما نريد نحن ما يراد لسوريا واضح أن إدلب الآن أصبحت وجوارها يعني ريف حماء الشمالي وريف حلب الشرقي والمناطق المجاورة هي المناطق الثورية وجمع فيها كل الثوريين لابد أن نتذكر ناحية أن ديمستورا في 2016 قال هناك تسعمائة واحد من جبهة النصرة ومئتين واربعين ألف مدني في حلب هل يمكن أن يعاني تسعمائة واحد وقال أنا مستعد أن أنزل تصريحه الشهير أن أأخذهم بيدي وأصلهم لإدلب ولكن مع ذلك وقتها قلنا أن هذا تهديد مع ذلك تم حرق إدلب تم حرق حلب الغوطة نفس الشيء لا يوجد فيها إرهاب يعني لا يوجد فيها بالمفهوم الدولي إرهاب وأنا أتحفظ يعني أضع قوسين على كلمة إرهاب لأنهم حرقوا الثورة بدعوة الإرهاب ومكافحة الإرهاب فلم يكن في حلب ولا في الغوطة ولا في حمص الآن ما يسمونه هم بزعمهم إرهاب فإذا نحن أمام مجتمع دولي ليس العلاقات الدولية لحافظة لبشار الأسد هي التي أنقزته إنما المجتمع الدولي والنظام الدولي هو ضد الشعوب وضد الثورة السورية وضد ثورات الشعوب إذا بقينا نعلل ونحلل ماذا يريد الشعوب المجتمع الدولي حتى نخضع له فنحن في كارثة حقيقة لا بد من معرفة ما يريده المجتمع الدولي حتى نفشل مخططاته وحتى نبني نظاما وسياسة ودولة نريدها وتمثلنا ونرضى عنها ويرضى عنها رب السماوات والأرض وإلا سنبقى بهذا المنطق ما يراد لإدلب سيدي الكريم الآن بالقانون الدولي هي منطقة فيها القاعدة جبهة النصرة هي التحرير الشام الآن تم تجميع كثير من الفصائل مختلفة المشارب التي لها سوابق بالاقتتال محاطة من الشمال المنفذ الوحيد مع تركيا التي تسير في مفاوضات أسيتانا يعني إذا قطعت الحدود لاتفاق دولي ورأينا أن تركيا لسيقتها العمياء الغير مبررة بأمريكا جعلت أمريكا تخضعها لها من خلال اللعب ورقة الأكراد فأصبحت تركيا استخدم الثورة لتحقيق أمنها القومي بدلا من أن تساعد الثورة يعني شو بيقولوا أنه جينا لتونسنا طالعين بديوانساك فالرجل من خلال درع الفرات سلمت حلب وغسط الزيتون سلمت الغوطة فهذا الواقع الذي أراد أن تترك يعني تبقى هذه تحليلات بأن هناك يعني مقايضات ولكن ما يحدث على الأرض يعني حتى أن بين الروس والأمريكان عندما أراد الروس التقدم قليلا إلى مناطق نفوذ الأمريكية تم حرق جميع الجنود الروس ورغم أن روسيا هي قوة دولية لا يستهام بها أمام باقي الدول في المنطقة سيد سعد يعني برأيك ما هو مصير يعني هناك من يقول أن التفاهمات التي ذكرتها قد لا تكون هي حاصلة بالنسبة للعبين سواء الدوليين أو الإقليميين هناك من يقول أن هناك حرب مفتوحة ستقع بين أمريكا وإسرائيل من جهة وبين إيران من جهة أخرى يعني ضرب المصارح الإيرانية قد يكون هناك ضرب المصارح الإيرانية هناك ضوء أخضر لإسرائيل ضرب مصارح الإيرانية سواء في إيران نفسها أو في سوريا أو في لبنان بس غالبا لبنان ستتجنب هذه الضربات وغالبا سيكون الأمر بين أن تكون في إيران بنفس إيران أو كما كان في المفاعل النووي الإيراقي وهذا احتمال أقل أضعف والاحتمال الأكبر هو أن تستمر الضربات الإسرائيلية وضرباتها الأمريكية المصارح الإيرانية في الداخل السوري إلى أن يضعف النفوذ الإيراني ليصبح موازي للنفوذ الروسي أو أقل من النفوذ الروسي بحيث أن يصبح الإيرانيين تحت سيطات الروس لا يريدون إنهاء النفوذ الإيراني يريدون أن أبقاء النفوذ الإيراني كنفوذ مهدد لتركيا ولذلك الأمر مازال مفتوح على سيناريوهات كل السيناريوهات محتملة في سوريا لكن الجميع في عدة أشياء لا يريدونها وهي مؤكدة وهو أن لا يكون هناك احتكاك مباشر للغرب عنده فوبيا من الحرب الحرب الأخيرة التي دخلت فيها الغرب ولم أنتهت بقبل أقل من ثمانين عاما أنهت ما يقارب ثمانين مليون بني آدم وخربت كل أوروبا الآن لا يريدون أن يعيدوا هذه الكرة لأن هذه الكرة لن تتوقف عند ثمانين مليون بني آدم الحرب العامية الأولى كانت قتل فيها 13 مليون بني آدم فلذلك هم حريصون على أن لا تكبر الشرارة وأن يصل الحريق إلى أوروبا أو الغرب لكن لا يوجد إلى الآن سيناريو للجلوس حول طاولة المفاوضات للتفاوض حول وضع سوريا النهائي الروس متبسكون بموقفهم لا يريدوا أن يحصل بهم ما حصل من خروجهم من العراق وخروجهم من ليبيا وخروجهم من المنطقة ولا يستطيعوا أساسا أن يخرجوا من سوريا إذا خرجوا من سوريا فإنهم قد قضي على أحلام روسيا لمائة عام قادمة ولذلك هم أصلا داخلين في حرب وجودية بالنسبة للروس الإيرانيين ضحوا وقدموا الكثير فلا يريدوا أن يخرجوا بخفي حنين طبعا الدولة الوحيدة التي لها مصلحة تقارب مصالح السوريين أو تتقاطع مصالح السوريين كشعب سوري هي تركيا ليس مجاملة وليس هذا لكن تركيا تريد أن تكون سوريا منطقة آمنة ونامية من أجل أن تكون 900 كم طولي حدود فهذا الأمر هو البلد الوحيدة التي يهمها أن تكون سوريا آمنة ونامية ليست آمنة ومتخلفة من أجل أن كما كانت على أيام بشار الأسد وإنما آمنة ونامية هي تركيا في الحقيقة نعم دكتور يوسف وزير الخارجية الروسي اتهم القوات الأمريكية بتدريب الإرهابيين واعتبر أن خفض التصعيد لا يشملهم في إشارة إلى فصائل الجنوب والتنف يعني ماذا يعني ذلك برأيك؟ يعني طبعا خفض التصعيد كما ذكرنا آنفا واتفقنا جميعا والواقع وأكدنا ذلك ليس له قيمة كان هو كبح للثوار وتقييدا لهم ومنعهم من فتح عمليات ومنعهم من مؤذرة بعضهم البعض ورأينا ما حصل في الغوطة الشرقية إذ سوار حوران ودرع لم يفعلوا شيئا وهم هدوا الثورة مما أثار التساؤلات بل أكد حقيقة ارتباطهم بالاتفاق الذي عقد بمشاركة الأردن فهو ممسكون بشكل يعني كبير جدا فلهذا المعنى يعني أقرأ أنا تصريحات لافروفية في سياق سياسته إعادة كل الثورة إلى حضن هذا المجرم للنظام وقتل الناس نعم برأيك هل سيتقدم قوات النظام ومن خلفها روسيا إلى الجنوب حيث درعى وهذه المناطق؟ هل أنت ذكرت في سؤالك لما كنا نتكلم أن الأمريكان قصفوا الروس نعم هذا صحيح هذا يؤكد أن اللاعب الوحيد والأعلى حقيقة هم الأمريكان الروس لا يستطيعوا أن يتصرفوا كدولة أولى لهم تفاهمات مع أمريكا يكفي أن نقول أن أمريكا لو أرادت أن تزل روسيا لفعلت فيهم كما فعلت بالاتحاد السوفيتي هي التي منعت أمريكا التي أعطت قوة لروسيا من خلال منع مضادات الطيران مطلقا من قبل دخول الروس طبعا فإذن اللاعب الأول أمريكا لذلك لا ننظر لتصريحات لافروف إلا من خلال تحليل الموقف الأمريكي يبدو إلى الآن هناك ترتيبات أمريكية يبدو إلى الآن حقيقة ولكن قبل أن ندخل بالتحليل هناك سؤال يا قادة الفصائل يا أيها الثوار نعم دكتور نحن مهجر تدريب النصف سورية هل هذه النهاية أن نخضع لهذا المجتمع الدولي وجرائمه التي لم ينجم عنها إلا حروب عالمية واستعمار واستغلال ودعم للسيسي وللأسد ولكل مجرمي العالم حقيقة هذا سؤال موجه يعني أين وصلنا نحن النقطة الأخرى أنا أقول دائما عندما سرنا في 2011 في آذار كانت عندنا أسباب كثيرة للثورة على هذا النظام المجرم وكثيرا مننا قال لقد تأخرنا كان يجب أن نسور على المقبور الوالد ولكن ما أريد أن أقول الآن نحن أسباب الثورة على هذا النظام هي أكثر حقيقة لأنه أجرم أكثر دمر أكثر ظهر فساده أكثر ظهر لؤمه لم أذكر بالتاريخ لم يمر عليه إلا نيرون كما يذكر أنه حرق شعبه بهذا الشكل بعد حرق وزاد الأمر سوءا وزادت المبررات سيد سعد يعني بدقيقة واحدة لم يتبقى لنا وقت كيف تعلق على ما تفضل به الدكتور يوسف هل النهاية هي أن نخضع لهذا المجتمع الدولي؟ أنا أقول أن الثورة دخلت اليوم مرحلة جديدة ولم تنتهي ويجب علينا أن نرتب أوراقنا للمرحلة الجديدة قدرنا أن نكون في منطقة هذه المنطقة تهم معظم الكرة الأرضية معظم الكرة الأرضية اللاعبين الدوليين لم ينتهوا سيأتي لعب دولي جديد أو لعبين دوليين جديدين الآن سيدخلان الساحة عن قريب وبالتالي أنا أعتقد أن هذه فرصة تاريخية وليست نهاية التاريخ لسنا إذا أردنا من هم اللاعبون؟ يعني أنا أعتقد أن الصين قادمة وأعتقد أن الكريتين لن تكون بعيدتان يعني هناك الآن تغير في المشهد الدولي إلى حد ما برمته نعم برمته لكن هذا لا يعني أنها نهاية التاريخ نحن لسنا الشعب الوحيد الذين قدمنا تضحيات ولسنا من أجل حريتنا ومن أجل أن نبني دولتنا نحن اغتسبت دولتنا منذ عام 1900 حتى أننا لم نتلك دولتنا منذ عام 1952 يعني فجأة أصبحنا يعني وحدة عربية اندماجية لا نعرف هذا ثم اغتسبت من قبل البعث نعم أشكرك أشكرك جزيلا شكرا السيد سعد وفائي المحلل السياسي وكل الشكر لضيفي من لندن الدكتور يوسف الحاج يوسف والشكر الموصول لكم مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة